قولي أنه يلي صار منه مصلحة أمريكية؟ طبعا لا مصلحة مين؟ اللي هو مصلحة روسية؟ مصلحة طبعا طبعا الأول شيء مصلحة طبعا أنا ما بعرف أنه هناك خسائر بشري ضحايا ولكن عم نحكي بستراتيجيا مصلحة المحور أول شيء مصلحة فلسطين هذه بالرقم واحد هناك مصلحة طبعا لخلط الأوراق بس بدي إليك جملة يعني بس تقدر أوصل للروس أول شيء إذا بدنا نحكي عن المحور المحور انتصر عسكريا نعرف نحن بسوريا وفي كل الأماكن باليمن وما كان هذا المحور انتصر عسكريا لكن منذ عام 2018 ولغاية اليوم لم يستطع أن يسيل هذا الانتصار في السياسة الحرب ليست هدف بحد ذاته أنت بتربح بالحرب تتحقق أهداف سياسية أو تتسيلية بالسياسة المحور من بعد سياسة الضغوط القصوى والحصار على سوريا والعقوبات المتنوعة بكل الوسائل التي استخدمها الأمريكيون بالحصار الاقتصادي بالعقوبات منعت تسييل الانتصار العسكري بأهداف سياسية جينا على 2023 وصلنا بـ 2023 الطرف الآخر نحن محورين المحور الآخر المعادي لمحور المقاومة يعني بدوا ياخد بالسياسي وبالانفتاح ما لم يستطع أن يأخذه بالعسكر يعني مطلوب من سوريا اليوم تنازلات لم تقدمها بوقت سابق يعني بدوا ياخدوا بالسلم الشيء ما أخذوا بالحرب طبعا اليوم خلطت الأوراق غزة اليوم خلطت الأوراق اليوم أعيد فتح الجبهات أعيد تحريك المياه الراكدة اليوم لن يخرج الإسرائيلي سالما كما يريده أن يخرج الأمريكي يريده أن يخرجه سالما أول شيء يعني منتصر ما راح يخرج منتصر لا بس حطوا تارجت حتى أنه هذا علاقة بالأمن القومي الأمريكي طبعا ولكن بدك تحفظي الأمن القومي الأمريكي بيك تقدمي تنازلات اليوم من بعد هذه المعركة شو مفهوم التنازلات بهذا النوع من المعارض الأمريكي اليوم سوف يقال أول شيء إسرائيلي مهزومي مهزومي يعني بغض النظر نحنا عن بغض النظر نحنا عن عن الفترة القصيرة المدى استراتيجيا إسرائيل انهزمت ب7 أكتوبر انهزمت استراتيجية القصيرة المدى هلأ منشوف شو بده يصير يعني المعركة بتحدد والمعركة لغاية اليوم لم تستطع إسرائيل على مدى الأبعد ولكن اليوم الأمريكي هو من يريد أن يقدم التنازلات هو من سيقدم التنازلات للجميع للحفاظ على رأس إسرائيل شو هي التنازلات شو بيقدر يقدم الأمريكي اليوم غير سقوط الشرق الأوسط الجديد بصيغته الجديدة يلي عم يحكوا عنه ما فيه إمكانية يعني أصلا يعني هيدا منه مكسب لا يقدمه وساقط حكما شو بيقدر يقدمه أنا بعتقد يعني إذا بدنا ناخد على المحور ما الذي يطلبه المحور اليوم اليوم الناس بدأ تعيش بسوريا بسوريا بدأ تخفف عقوبات قيصر الناس بدأ تعيش السوريين بدون يعملوا إعادة أعمار السوريين بدون يرجعوا اللاجئين ولكن بدون بنى تحتي مقابل أنه هذه إعادة الأعمار واللي عم يرفض الغرب واللي عم بيمنع الغرب حتى عم بيمنع العرب أنه يجووا يعملوا إعادة أعمار إلا بتنازلات سياسية مؤلمة للحكومة السورية اليوم يعني إذا بس تنتهي هذه الحرب سوف يكون هناك تنازلات في الملف السوري سوف يكون هناك تنازلات بالعراق باليمني باليمني أكيد بإيران بملف إيران والضغوطات عليها قد يكون بلبنان أيضا قد يكون بلبنان ولا سيكون بلبنان لبنان هو الجبهة الأكثر اشتعالا حاليا مع ولكن نحن فعليا خلالنا نحكي أنه الموضوع بلبنان ليس فقط مرتبط بالمتحدة الأمريكية أيضا مرتبط بالدول الخليجية ورغبتها في العودة إلى لبنان ونفوزه التاريخي في لبنان نحن لا شك أنه المملكة العربية السعودية لديها نفوز تاريخي في لبنان ما حدا بيقدر ينفس عليه بالرغم من أنه هناك كان محاولات خلال الربيع العربي على دخول تركي أو دخول أطراف أخرى عربية ولكن النفوز السعودي راسخ ولديها قدرة واليوم السعودية تتجه إلى أن تكون دولة محورية بالمنطقة خائدة العالم العربي عمليا تتجه إلى هذا الموضوع إذا قلنا أنه أمريكا هذا هو النوع من التنازلات التي بدأت تقدمه أكيد فلسطين خليني بس قبل مشا ما يكون أول شي بدوا يتقدم تنازلات لفلسطين بدون يرجعوا يعترفوا بحق الشعب الفلسطيني بدولة هذا قبل يعني حل الدولتين يلي كان إلهم ثلاث سنين نعينه ودفنه مش ثلاث سنين إلهم من ثلاثة وتسعين لغاية اليوم من وقت اتفاقيات أوصله لغاية اليوم الإسرائيلي يقدم الأراضي الفلسطينية الإسرائيلي يقتل في الفلسطينيين أنا إلهم ثلاث سنين لأنه ثلاث سنين وقف وقف الكلام عن حل الدولتين كليا كان بعد شوية بالخجل بالحية عم يحكوا عنه لأنه نعتقدوا خليني أقولك اعتقدوا بالأول أنه يجب أن يعطوا شيء للفلسطينيين لكي يتصالحوا مع العرب ففجأة لقوا أنه لقى هذا الخيار منه ما حدا نسئلين وفينا نتصالح مع العرب بدون نعطي شيء للفلسطينيين اليوم سقطت هذه المقولة التي كان يروج لها الإسرائيلي سقطت صفقة القرن سقطت كل التسويات على حساب الشعب الفلسطيني